موسيقى بتأكيد القلب يعني عضو مهم جدا في جسم الإنسان وهو مرتبط دايما بحياة الإنسان لكن كتير ما بناخدش بالنا وكتير للأسف بنلاقي شباب بيموتوا في سن صغير ويطلع في الآخر المشكلة كان فيه مشكلة في القلب بمكانش واخد باله اتعودنا من احنا ما بنروحش للدكتور أو ما بنلجأش للمستشفى غير في أحلك الأمور غير لما نقع نبتدي نروح نتكلم النهاردة عن عمليات القلب وكتير أول ما يتقلوا هتعمل عملية جراحة في القلب بيبقى خوف شديد جدا خوف شديد جدا نتكلم عن الجديد في عمليات القلب نتكلم عن زي نقي لوبنا وزي نكون أصحاء في موضوع القلب لكن اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بيشرفني الأستاذ الدكتور رفيق سليمان الأستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب واستشاري وزميل كلات الجراحين الملكية لجراحة القلب والصدر بلندن أهلا بحضرتك نورنا دكتور أمتى الطبيب أو الجراح يقول لا الطبيب الأول يقول لازم عملية قلب مفتوح هو طبعا جراحات القلب لازم أن نقسمها لجراحات الشرايين التاجية أو جراحات السمامات سواء إذا كان تصليح السمام المترالي أو تغيير السمام المترالي والسمام الأورتي والثلاثة الشرافات وبعد كده فيه جراحات الشرايين الأورتي ده بالنسبة لجراحة قلب الكبار وفيه حاجات تانية بس إحنا لازم نعترف أن القلب هو عضو مهم جدا في الجسم والعدو اللي ما بيرتحش بمعنى أنه منذ فترة تكوين الجنين وحتى نهاية الحياة القلب ما بيقافش ولا ثانية علشان كده ربنا خلق في القلب ريزيرف عالي جدا لدرجة أنه ممكن يبقى فيه مثلا لو جينا على الشرايين التاجية بقى فيه ديف شرايين التاجية سبعين في المئة وأكتر والعام ما بيشتكيش ومجت وأشاك ومفاجأة فطبعا عشان نقدر نقول إمتى يتحول للعيان للجراحة لازم أن ناخدها حاجة حاجة إيه هي بقى الأمراض اللي بيلجع فيها الطبيب للجراحة لو احنا خدنا مثلا أول حاجة لو جينا حاجة في الحاجات هنأخدها في الحاجات الطوارئ أكتر مثلا لو جينا حاجة زي الشريان الأورتي فيه حاجات فيه بتبقى طوارئ زي إذا كان فيه انشطار في الشريان الأورتي دي حالة طوارئ دعيان بيجيله فجأة ألم في صدره وحاسس أنه هو مش كويس فيه حاجة غلط وحاسس أنه هو خلاص هيقع ده بيتحول على المستشفى بيجينا نقدر نشخصه نعمله جراحة ودي بتبقى جراحة طوارئ الساعة فيها بتفرق في حياة المريض الساعة بتفرق يعني حتى نسبة الوفاة بتزيد زيادة تراضية مع مرور كل ساعة العيان ده حالات مثلا الشريان الأورتي أو انشطار الشريان الأورتي فيه حالات زي تمدد الشريان الأورتي يعني مثلا لو شفنا زي الصورة نمرة واحد مثلا يمكن معنا هنا لو نقدر نعرضها هي اللي نجيب لحضرتك السور هي اللي لسه مش معنا طيب احنا مثلا بيجينا نعيان فيه عنده تمدد في الشريان الأورتي تمدد في الشريان الأورتي ده ايه مشاكله ده ممكن ينفاجر وعمل انشطار في الشريان الأورتي فعشان نقيم من اللي هو يخش في مرحلة التواري دي بنعمله عملية إمتى هيحصل لإنشطار مش هعمل أحدش يقدر يعرفه فعشان كده يفضل أنه معين على الشاشة أعينها لو شفنا السورة النمر واحد دي أشعة مقطعية لمريض باين فيها تمدد الشريع الأورتي جالنا لمريض ده كان الشريع الأورتي فيها متمدد لدرجة أنه الطبيعي 2 سنتي ل 3 سنتي إحنا لقينا الشريعان مقلية الشريعان ده واصل عنده 8 سنتي 9 سنتي وده كان شديد جدا فطبعا كانت نصيحة الإين اللي إحنا لأ نبدأ نعمل جراحة دخلنا في الجراحة شفنا السورة نمر 2 جوه لو لاحصنا في السورة الشريعان مثلا في السورة نمر 2 عندنا فيه جزء أبيض في الشريعان الشريعان ده كان على وشك الانفجار يا ساتر عملنا له عملية وكانت في نهاية العملية استبدلنا الجزء المتمدد ده بوصلة شريعانية صناعية وبقت السورة نمر 3 يمكن لو شفناها في سورة نمر 3 الوعدة مختلف تماما دلوقتي المريض ده عمل جراحة خرج من المستشفى بعدها بخمس تيام وروح بيته دي حالة من العمليات من عندنا يعني مش تمام ويبقى كويس بعد كده ويعيش حياته تمارس بعديها بشهرين اتنين كان إنسان طبيعي تماما ولكنه عمل حاجة ورجع طبيعي تماما ويرجع لكل نشاطاته بصورة طبيعية تمام بل بالعكس بيبقى أحسب من الأول لأن المريض ده كان عنده ارتجاع في السمام الأورتي وده صلح نهوله بالمرة مع الشريان طبعا مش هنعمل وكان عنده ارتجاع في السمام المترالي اتصلح هو كمان تمام فكل ده رجع لحياته بصورة طبيعية خرج من المستشفى لإيكو معمول كل حاجة طبيعية حلو جدا وخرج من المستشفى بعد العملية بخمس تيام أو ست تيام كم روح بيته تمام في حالات تنحر دي حاجة اللي هو تمدد الشريان الأورتي ودي حالات الطوارئ فيه بعد كده بنخش في حالات الشرين التجاية اللي هي الزبحة الصدرية ودي قاعدة عريضة جدا 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 من العنين بتوعنا مصر بالذات في مصر والعالم كله مش في مصر بس يعني نسبة مشكلة انسداد الشرين التجاية في العالم كله نسبته عالية جدا ويمكن هو من الأسباب الأساسية في الوفاة المفاجأة يعني معظم العنين بتوع الشرين سن صغير وكبير وكل حاجة يقولك ده كان عيان قاعد في وسطنا زي الفل ما كانش عيان أصلا وفجأة آية صدري وقع هو كل الموضوع ان هو المريض مع المجهود يبزل مجهود شوية يطلع سلم يتحرك شوية يبزل مجهود أي ألم في سدري أو ديئة أو كتمة أو كرش نفس خفيفة طولي أعراض ممكن تجيله طب ده بيجي من إيه دكتور يعني كوليسترول ده ليه خمس أسباب رئيسية هنتكلم عنه بس هو المريض ده لما يبدأ الأعراض دي المفروض يبدأ يدور لكن معظم المرضى يقف يرتاح ديئتين أو ديئة خلاص الأعراض راحت وهو كامل مجهوده وكمل يومه أو يشخص نفسه يقول لك خلاص أنا أصلا كنت تعبان أصلا قمت من المبادر أصلا دازلت مجهود ويخترع أي حاجة ملهاش دعا بالطب بالزبط كده يحاول يهرب فطبعا ما بيتشخص لكن في حين أنه هو مثلا لو إحنا جينا ساعتها بدأ يدور وروحنا وشوفنا السبب الرئيسي ممكن ليه عنده شريان أيصر رئيسي ولو شريان أيصر رئيسي دي حالة من الحالات اللي هي الطوارئ العجلة ما بنستناش عليها كتير لأن نسبة الخطورة برضو عالية أن يحصل وفاة مفاجأة أو جلطة في القلب الحالات دي لازم أن تتشخص لأن الحالات دي سبب رئيسي من أسباب الوفاة المفاجأة في مصر دي حاجة تانية ما عايزش هاقطك أنا عايز حركة تكمل عشان أنا كمان عندي أسئل يعني عايز حركة تقول لي كل الحالات اللي بنالجأ ليها العمليات أنا كمان عندي أسئلة منها أن أنا زي أقاقي نفسي وموضوع الكيلسترول وموضوع الناس اللي بيتموت فجأة فقصة كبيرة وبعدين احنا كمان التأخير في الجراحة لبعض العينين أو أنه يأخذ مسكينة دي يتحط دعامة في دعامة في دعامة بيجينا العيان الشريم بتاعته مليانة دعامات متأفلة أو هو فيه دي شديد في الشريم بتاعته متكنلسة اللي بيعمل الدعامات دي ما هو الطبيب النهاردة بتروح للدكتور القلب لو قلت له بس أنا تعبان يقول لك يعمل أسطرة ما ده كويس لازم لكن كده كويس ده صح أو كويس إن عيان مريض بيجي له ألم في صدره مع المجهود محتاج أسطرة تشخصية يتشخص فيه نوعين من المرض فيه نوع مريض يتحل بدعامات وده يتحط له دعامات فيه نوع مريض هتحل بجراحة المرض اللي بتقلهم جراحة إيه اللي بيحصل تلت تربعه بيقولك لا 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 جراحة لا اتصرف وحطي له أي دعامات وبيضغط على الدكتور يقوله أنا مش هعمل جراحة وانا شفت برضو عدد كتير قوي من العينين من الطرقات يعني شفت مريض يقوله الدكتور أنا مش هعمل جراحة لو إيه اللي حصل أنا مش هعمل جراحة أنت تصرف فطبعا بيضغط على الدكتور المعالج دوائي إنه هو يتحط له دعامة أو دعامتين يمشي بيها الدنيا علشان ما تحصلش مشاكل كبيرة وبعد كده بتي بيجوا العينين دولة اللي هم رفضوا الجراحة وضغطوا على الدكتور يتحط لهم دعامات يبدأ عندهم شكوى عندهم أعراض تاني نلاقي الدعامات متأفلة لو شفنا الصورة اللي هي نمرة أربعة نجيبها حالة نلاقي الصورة نمرة أربعة ده مريض كان رافض يحط رافض جراحة تماما ده إيه السلك ده يا دكتور بالضبط المريض ده رافض الجراحة مرة واثنين وثلاثة وكل مرة يروح أنا مش هعمل جراحة ورايح بألم شديد مثلا فحنيجي البص نلاقي المرضى اللي بيرفضوا الجراحات دولة هيجي بيبقى الدكتور مضطر يحطروا دعامة أو في مرضى تانيين بيبعدهم عيب في الشرايين نفسها إن هو الشرايين بيحصل تكوين عليها على طول على الدعمات بتقفل على طول ففي الحالات دي بنخش بنشيل الدعمات بالصورة دي يعني دي دعمتين اتنين أنا شايلهم من شريان من أحد المرضى طبعا المريض ده الحمدلله عدة كويسة أنا أقول لحركة الناس بتخاف ليه الناس بتخاف لأنه يقول لك أنا بعد ما أعمل عملية في القلب أنا مش هارجع تاني لنشاطي يعني مش هارجع تاني لنشاطي خاصة لو في سنة صغير شوية يعني هل مريض القلب يا دكتور اللي بيعمل عملية قلب بيرجع يمارس حياته الطبيعية يعني حياته الزوجية الطبيعية حياته لو بيلعب رياضة معينة بسيطة لو هو شغلنت أنه هو بيمشي مثلا في اليوم ثلاثة أربعة كيلو الحياة الطبيعية بتاعت البناء آدم دي هو لو عمل عملية القلب يرجع لده عادي جدا؟ طبعا أنا عندي مرضى بعد ثلاثة شهور من العملية كانوا بيلعبوا تنس وبيغضوا بثلاثة تنس فلا طبعا بيرجع نشاطه بل بالعكس ده هو مجهوده بيتحسن نشاطه بيتحسن لأنه هو مثلا أنا العيان قبل ما ييجي يعمل عملية أو قبل ما نعمله الجراحة قبل ما نوصله الشرايين مثلا كان أقل مجهود بيجيله ألم في صدر ويقفه وما يقدرش يكمل لأ أنا لما وصله الشرايين بتاعته والدم جديد للشرايين بتاعته لا هو بيرجع نشاطه ومجهوده زي الإنسان الطبيعي بالنسبة 100% يعني أنت لو حاك لو شفنا الصورة نمرة خمسة الصورة نمرة خمسة دي بتاعت مريض من خمس سنين معمول له أربع شرايين وفيه شريان فيهم معمول له أعادة هيكلة ومتشال منه دعمات وبعد خمس سنين معمول له أشاعة مقطعية على شريل القلب الأربع شرايين شغالين كويس جدا والمريض بحالة كويسة جدا بس أنا حتى الأشعة المقطعة دي أنا عملتها كصورة كمتابعة للمرضى وكمان اللي هو بحيث أن احنا بننشر النتائج يعني عندنا النتائج لازم أن تتنشر ولازم أن نتابع المرضى نتأكد أن كل حاجة كويسة طمام فدي مثلا صورة العيان خمس سنين حياته بصورة طبيعية فالمفروض نحنا بنعمل جراحة القلب عشان نحسن من كفاءة المريض اليومي يقدر يمارس شغله بصورة طبيعية يمارس حياته اليومية بصورة طبيعية يكمل حياته بصورة طبيعية طمام يعني أنا حرك بتقول لنا اللي بيعمل عملية قلب مفتوح مش هيعد حياته كله حط إيده على قلبه لا وممنوع حد يجي جنبي وممنوع حد يلمسني عشان أنا يعني عملت عملية قلب مفتوح لكن هو بعد مرور مدة معينة شهور معينة يبتدي حياته تبقى طبيعية تماما تماما بعد شهرين ثلاث شهور بيمارس حياته بصورة طبيعية تماما خلو جدا الفرق الوحيد إن أنا لو جالي مثلا مريض متأخر يعني مثلا بيجي لي مرضى كفاية طاعة القلب 25% يا وبيجي لي بريد كفاية القلب 60% لما أعمل عملية العيان كفاية القلب 60% مش هيبقى مجهوده زي ابو 25% ابو 25% دا أعمل له عملية إن خاص حياة عايزه يعيش ويمارس حياته على قد متطلباته اليومية لأن الـ 25% دي يا إما حافظ عليها زي ما هي الـ 25% يا إما حرفحها الـ 35% مثلا الـ 40% لكن اللي هو لكن مش هرجعها طبيعي الـ 60% ولا الـ 70% لكن اللي هو جاي لك 60% لا اللي جاي 60% بحافظ عليها 60% لأن ده طبيعي الطبيعي من الـ 50% فخلاص إحنا جاي لنا بكفاية قلب طبيعية نحافظ على كفاية القلب بصورة طبيعية ويكمل حياته ولكن في أي حاجة دكتور أي وجع في السدر هو ضروري متعلق بالقلب أو اللي أخد بال إزاي هلازم نفرق من نوعين من الوجع فيه وجع مع النفس ووجع مع المجهود الوجع مع المجهود اللي بيوقفني ده من القلب يعني مع المجهود يحصل لقلم في السدر ما لهش علاقة بالنفس تماما وبيوقفني على المجهود تماما عايز أرتاح طيب لو قاعد ومش ببزي المجهود وحسيت كده يقولك سدر طبيعي دي مجت كون مرحلة متقدمة من دي الشرين التجاية اللي هو الألم اللي ييجي والإنسان مرتاح أو يجيله ألم يصحيه من النوم دي بقى علامات خطر على الحياة يعني العيان اللي بيجيلي مثلا بيقول إن هو كان من ثلاثة أربع سنين أو من سنتين ثلاثة بيحصل له ألم مع المجهود بس الأسبوع الأخراني أو الأسبوع الأخرانيين دولت أنا بيجيلي نفس الألم ده بيصحيني من النوم وبيضطر أخذ أرس تحت اللسان مثلا لا إحنا خلاص بقى داخلين في مرحلة خطورة على الحياة طيب لو سدروا واجعوا مرة أو اتنين أو ثلاثة لكن بعد كده عادي بيمارس الرياضة عادي وبيجري عادي وبيروح عادي ولما بيعمل رياضة أو بيجري أو بيروح أو بيمارس شغله عادي ما بيحصلش أي مشكلة ده لازم أن يراجع الطبيب بتاعه لازم يراجع الدكتور بتاعه يعرف ليه بس فيه حاجة حصلت غلط يبقى لازم أن نعتبر أن فيه غلط لازم أن تدار عليه إيه الفحصات اللي الواحد يعملها يتطمن بيها على صحة قلبه؟ لا أول حاجة طبعا التاريخ المرضي والفحص الإكلينيكي ده مهم جدا زي ما أنت سألتني في إيه الأسباب بتاعت شرائين بتاعت أمراض شرائي القلب مثلا يعني لما يجي العيان فيه تاريخ مرضي عالي جدا لديه في الشران التاكي أو زابحة صدرية ده لازم أن أحط في الاعتبار لأن العامل الوراثي عامل مهم جدا لما يجي العيان مدخن عنده ضغط عنده سكر كلستروله عالي يعني فيه مرضة عندهم 35 سنة أو 33 سنة أو 30 سنة عملت لهم عمليات قلب مفتوحة لتغيير الشران التاكي أو توصيل الشران التاكي ده نتيجة كلسترول؟ كان عنده عامل وراسي مع كلسترول وراسي يعني كلسترول وراسي ده ويبقى وصل بقى المستويات كبيرة كام مثلا يا دكتور لا 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 الناس دي ممكن يوصل فيها 400 و 300 و 500 الكولسترول والطبيعي إن هو يبقى يعني أقل من 190 أو أقل من 200 فدي حاجة تانية ففي كل حالة بيشوفها فعشان كده لازم نرجع الطبيب بتاعه في حاجة غلط نرجع الطبيب بتاعنا نبدأ ندور ونشوف إحنا فين يحتاجين نعمل إيه الخطوة اللي بعد كده تمام وكل مريض بيتفصل عليه الفحوصات بتاعته يعني ما نقدرش نقول الحاجة عامة لكل المرضى لأن في فحوصات يعني لازم القلب مجهود في عيانين لو عملوه في خطورة على حياتهم منه ما يقدرش يبزي المجهود ما ينفعش يعمله تشاعة مقطعية على شرية القلب العيانين معينين فكل عيان دي حاجاته لو جينا نكمل بقى الحاجات التانية اللي بتستدعي جراحة قلب إيه كمان إيه كمان إيه كمان إعنا قلنا على الشريان الأورتي وتدخم الشرية الأورتي قلنا شرين التاجية والزبحة الصدرية مثلا بعد كده عندنا السمامات السمام الأورتي إذا كان فيه دي أو ارتجاع والسمام المترالي إذا كان فيه دي أو ارتجاع تمام والسمام السلسي الشرافات مثلا السمامات مشكلتها إنها لو تثابت هتعمل هبوط في القلب وبتعمل أعراض بقى يعني لو تبدأ كفات القلب وتقل بالتدريج بدل ما هي 60% أو 70% طبيعي يبدأ تقل لـ 30% لـ 25% مع ارتجاع شديد ويبدأ العين يشتكي وهو نايم وهو قاعد وهو مرتاح يعني مثلا لو شفنا الفيديو نمرة ستة هتلاقي الفيديو ده من عندي من قط العمليات ده راح إيانا عملت له تصليح للسمام المترالي تصليح للسمام المترالي أنا عادة ما بحبش أغير السمامات ستصور فيديو من قط العمليات بعد ما صلحت السمام وزي ما إحنا شايفين السمام مفيهوش ولا زر تارتجاع زي ما إحنا شايفين بالتست بتاعنا بنام نتست في العمليات نعم مش مشاهمين الصورة بس احنا يمكن لو احنا شايفين الصورة لو احنا شايفين الفيديو كده هتلاقي فيه حاجة في النص بيطلع منها مية كده المية ده السمام السمام ده متصلح وحابك تماما يعني مفيش فيه ولا سنة ارتجاع تمام تمام وبنعمل بنأكد على ده بايكو كمان في العمليات لو شفنا الفيديو نمرة سبعة هنلاقي الايكو بتاع العمليات ان السمام تماما مفيهوش ولا سنة ارتجاع طب ايه الحاجات اللي تمنع شايفينها طبعا ايه الحاجات اللي تمنع ان حضرتك تقول لا ما ينفعش ان يعمل عملية حتى لو هو محتاج هو جراحة القلب السن ما عادش مانع فيها يعني فيها عيانين عندهم سبعة وتمانين سنة وتمانين وتمانين سنة وتسعين سنة عملتهم عمليات قلب مفتوه بس تبقى ضرورة خلاص يعني هو ما فيش حال تاني قدامنا غير الجراحة واحد المهاردة اللي لسه بيتابع معي دلوقتي كنت عمله عملية هو عنده سبعة وتمانين سنة من خمس سنين في مصر ده بيتابع كان عنده سبعة وتمانين سنة لما عملية عملية من خمس سنين 92 سنة يعني دلوقتي بالزبط ومشيين كويس جدا وبيروح وبييجي وبيمشي وبتحرك فطبعا كل حاجة كل عين لي ظروفه ايه معوضوع البكتيريا اللي قدر الله فيه بكتيريا في القلب لأ دي حاجة دي بتبقى فيه عدوى في السمامات فدي ممكن لسه الحاجة اللي جاية هنتكلم معنا حالا دلوقتي طيب أنا صنع وقت بيجري خالص أنا بقى دقائتين تلاتة قدامي طيب احنا عندنا السن مش عائق لو احنا جينا ايه الحالات اللي تبنع جراحة القلب الحاجة الوحيدة اللي تبنع جراحة الحاجات اللي تبنع جراحة القلب انهو مريض الحالة العامة بتاعته ما تستحملش اجراء جراحة فشل الكلوي ما منعش جلطات في المخ ما تمنعش يعني فيه عينين كتير عندهم جلطات في المخ عملنا لهم عمليات وكان لازم نعملهم عملية فيه عينين عندهم فشل كلوي بيخسلوا وعملوا عمليات وزرعوا كلا بعد عملية القلب بالنسبة للعشان الوقت بالنسبة للعدوى على السمامات ده الحاجة الرابعة دي حالة من الحالات الطوارئ بيحصل على السمام عدوى بكتيرية على السمام فيها خطورة على الحياة ولابد من التدخل السريع فيها وما ينفعش تعمل عملية حضرتك غير لما يعالج البكتيريا الأول لا مالإيش دايما فيه حالات لازم نخش النهاردة عمله عملية ومش هستنى يعالج البكتيريا يعني مثلا فيه حد عنده خراج على السمام والخراج ده ممكن ينفجر هسيبه لا طبعا لا طبعا أنا هخش أنظف وأغسل كويس قوي وصلح الدنيا ولم الدنيا خالص ويكمل مضاد الحياوي بتاعه الخاص وإحنا شغل قبل العملية وبعد الأثناء العملية وبعد العملية ونمشيهم للمضاد الحياوية ست أسابيع والدنيا تمشي وتبقى كويس فيه عاملين كتير جدا عملتهم كده وعاملين عامل عملية قبل كده وحصل له عدوى على السمام وعملت له عملية لا فيش مشكلة خالص لا يعني الكونسبت أو المبدأ المفهوم أن احنا إمتى نعمل عملية بتتحدد على حالة المريض طبعا اللي عامل عملية قلب مفتوح بقاله سنتين تلاية اربعة خمسة حرك دايما بتنصحه بإيه في حياته العادية يعني في النظام حياته اليومي كل مريض طبعا لو حاجة في الشرايين القلب الشرايين التاجية طبعا نمرأ واحد الكوليسترول والسجاير والضغط والكلام من ده يتزبط يعني عشان كده حتى هم عادة ما بيتابعوش معنا إحنا كجراحين وبيتابعو مع دكتور علاج دوائي ودكتور بطن عادي يزبط له سكره يزبط له ضغطه يزبط له كوليسترول بتاعه لو عيان تمدد في الشريان الأورتي بننصحه بالضغط نمرأ واحد لازم نتابع ضغطه كويس علشان بقي الشريان بتاع الأورتي في البطن وهنا وهنا مع تزبيط الكوليسترول وطبعا كل عينين بنفضل بلاش التدخين لأنه بيساعد على تصلب الشرايين المرضى السمامات مهمة جدا بقى أنه دايما الحفاظ على نظافة أسنانهم نظافة أسنانهم عادة عدوى البكتيرية بتحصل من السنان يعني حرك بتقولي أن صحة الأسنان لو لقدر الله فيه مشكلة في الأسنان بتؤثر بشكل أبخر على القلب طبعا على السمامات القلب وخصوصا يعني دي بتحصل مع المرضى لأنه مشاكل في السمامات سواء عمل جراحة أو ما عملش جراحة أي مريض عنده مشكلة في سمام في القلب لو سنانه مهتمش بيها كويس ممكن تعمله عدوى على السمام تمام يهتم أن يبقى صحة الأسنان واللسن ميبقاش فيه بكتيريا مفيش التهابات مفيش مشاكل بزبط ويتابع مع دكتور سنان كويس لما يكونش فيه عدوى في أسنانه دي يعرفها دكتور الأسنان بقى أه دكتور الأسنان طبعا مع متابعة السنان مع غسيل السنان صباحا ومساءا على الأقل مرتين في اليوم ده مهم جدا تمام برضو إيه الحاجات اليومية في حياتنا اليومية اللي نعملها اللي تخلي القلب صحته أفضل اللي تخلي القلب منتعش أكتر وما فيش مشاكل يعني هو بصراح حاجتين مهمين جدا بينقصوا معظم الناس أول حاجة النظام الغذائي الصحي تاني حاجة الرياضة أو المشي احنا بدأنا في حياتنا اليومية دلوقتي معادش حد يعني فيه عينين كتير بيجولي بقولوا أنت المفروض تمشي لك ساعة في اليوم هو ما عنديش وقت ما عنديش وقت أمشي ما عنديش وقت أروح فطبعا دولت حاجتين مهمين جدا النظام الغذائي الصحي والمشي تمام النظام الغذائي الصحي والمشي يعني أبعد عن الدهون أبعد عن المحمر والمشمر واللي والحاجات دي كلها أبعد عنها أو على الأقل أقلل منها صح كده؟ هو كما أبدأ عام أي حاجة بني أو مقلية بلاشها يعني دايما المسلوق المشي أفضل حاجة الثاني حاجة مهمة جدا أن نزود كمية الخضار اللي فيها ألياف مش الخضار اللي فيه سكريات عالية يعني حاجة زي البسلة دي فيها سكريات عالية أي طبعا فدي مش مستحب كل جرجير وكل بقدونس وكل حاجات خضرة كل ما هو أخضر صحي ومفيد بالضبط بروكلي خاص خيار بصل طماطم أي حاجة كل الخضروات دي تساعد على صحة الإنسان عموما بالأخص صحة القلب بالضبط وعلى فكرة بتحافظ على صحة كل أجهزة يعني من الخضروات دي ما هيبتقي من سرطان القولون وبتقي من السرطان دكتور أنا قدامي ديها بس عايزة أسأل على حاجتين فيه أو أحد يقولك جات لي نغزة في قلبي كده مراح ده معناها إيه؟ النغزة دي الأصدح هيك عليها وبس معهم العنين كتير دي مع النفس واحد يأخي يأخذ نفسه يحس أنه فيه نغزة مش قادر يكمل النفس ولا يطلعه دي عضلة شدة طب مرة واحدة سرعة ضربات القلب زادت 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 كتير قوي مرة واحدة ودي حصلت مرة مثلا مش بيحصل باستمرار طبع حصلت إمتى لو واحد مثلا في موقف سترس أو توطر طبيعي وحصلت معايا وكان شارب قهوة وكلام من ده ماشي دي حاجة ممكن تحصل معنا كلنا أن يبقى مع التوتر والقلق الشديد يبقى فيه ضربات قلب سريعة لكن لو واحد بتحصل له مثلا مع المجهود أو مع المجهود ضربات قلب سريعة على طول أو وأكتر من لازم أو بتحصل له قاعد مرتاح ضربات قلب سريعة أو لو غير منتظمة ضربات قلب غير منتظمة أو بيحصل معاها سحبة روح نبدأ ندور على لازم أن يراجع الطويل معالج بتاعه أنا بشكرك جدا دكتور على كل المعلومات القيمة ألف شكرا لحضرتك أستاذ دكتور رفيق سليمان أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب واستشاري وزميل كلية الجراحين الملكية لجراحة القلب والصدر بلندن ألف شكرا لحضرتك أشكركم ومشاهدين على متابعاتكم لينا النهاردة في حلقتنا وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع اللي جاي في يوم جديد وحلقة جديدة صباح النور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة